بداية كده يا جماعة ما ينفعش الرقم ده والله يعني احنا الحمد لله مع كل فيديو بنعمله بنوصل لناس اكتر وبنكبر مع بعض اكتر واكتر والفضل كله يرجع لكم بعد ربنا يعني فالنسبة دي ما تنفعش والله 96% من اللي بيتفرجوا ومش مشتركين في القناة اصلا ياريت تشترك في القناة لان ده دعم كبير اولية اني استمر في اللي بعمله وطور فيه المهم خلينا مع الفيديو طلعت زكريا مشاكله كتير قوي مع الناس وبالذات من بعد ثورة 2011 بس خلينا نأجل الكلام عن الموضوع ده لحد ما نعرف مراحل نجومية طلعت زكريا الاول طلعت زكريا بدأ مشواره من اول سنة 1982 بشوية اعمال بسيطة وادوار صغيرة بتفضل تجبر واحدة واحدة بين كل عمل والتاني وكان مشارك في اول عمل لشخصية الارموتي في مسلسل الارموتي في مهمة سرية الارموتي البلعوتي الارموتي تاجر جمال ومليونير وزي ما قلتلك بيفضل يكبر لحد ما يبقى وشه مألوف خلاص بالنسبة للناس والجمهور يحبه بالذات بقى بعد فيلم جاءان الباني التالي لمحمد هنيدي بدور عفيفي النس بعد الدور ده حبت طلعت زكريا جدا بخفت دمه وشكله اللي بيدحك من غير ما يفتح بقه حتى ايه ده ايه ده استنى 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 الايه ده ايه ده وبيتلمع زيادة لما ياخد دور بمساحة اكبر في فيلم حرمية في كي جي تو مع كريمة عبدالعزيز وحظوا بالذات انه ظهر على طول في بداية فيلم المخرجة زي ساندرا نشأت اللي خدت مشهده ده كله وانشوت وهو بيحكي وبيعرفنا شخصيته وهو بحسن لو مش فهم يعني ايه وانشوت فده معناه انه المشهد كله على بعضه اتصور مرة واحدة من غير كط الكاميرا بتفضل دايرة مع اللي بيتكلم لحد ما يخلص جملته او مشهده من غير ما الكاميرات تعتل او تغير كدرات وده اللي ساندرا نشأت شطرة فيه بصراحة وبتحب تعمله في كذا فيلم هي اشتغلت فيه بالمناسبة في فيلم قصير لساندرا نشأت اسمه بتحلم بايه هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن اتمنى تتفرج عليه وهتفهم ليه ساندرا نشأت من افضل المخرجين المصريين المهم نرجع لمشهد طلعت زاكريا في حرامية في كي جي تو المشهد كله على بعضه ومدته دقيقة وعشر ثواني حاجة زي كده بس شرح لك كل حاجة عرفك ان حسن ده حرامي وبيسرق خزن وبرس الموضوع ده من ابوه اللي كان حرامي خزن برضه والنشاطر في اللي بيعمله حتى اسمع كده يا معلم واهدان العملية دي ما لهاش اللي حسن ففكي ففكي طبيب جراح الخزن الاول في بر مصره كله شابه مصراوي مجدع سبع تلاف سنة شقاوة وموتان قال متين عملية وعمر الفوليس مطال أفاق والعلمك بقى حسن ده يسلك في اليابان والألمان حتى الأمريكاني كمان اصله شرب صنعة القديم عن ابوه زاكي الكوالينجي انا كنت بنشتغل معانا درج من عشر سنين ايام ياه كان حسن لسه حلو كده عنده بتاع 18 سنة بس ايه كان جن نضفنا خزنة جنينة الحوانات رابع يوم العيد كانت عملية لون بيفضل يكمل طلعة زاكريا في الأدوار اللي لسه ما خدش فيها فرسته الكاملة ولسه ما وصلش حتى لمرحلة السنين في الأفلام اللي بيعملها فبيعمل زابط الأمن في فيلم الرجل الأبيض المتوسط وشيخ الغفر في محامي خلع اللي كان دمه خفيف بشكل مش طبيعي ومليجي في كلم ماما والزابط في التجربة الدينماركية مع عادل إمام متخيل الأعمال أعمال فعلا مهمة وتقيلة تعلي من أي ممثل يطلع فيها حتى لو دوره كان ايه بس اللي كان واضح قدامنا فعلا هو أن الكاميرا بتحب طلعت زاكريا وبيثبت كلامي ده لما بيعمل دور الديزل في الجزء الثاني يعتبر من حرمية في كي جي تو بس بيبقى اسمه حرمية في تايلاند دور كوميدي وخفيف ويتحب والكيمياء اللي كانت بينه هو ومحمد شرف اللي يرحمه كانت مش طبيعية عايز كم يا جزوختي خمس شاشر تلت تلاف خمس شاشر ألف خمس تلاف وتقول لي قلت الإنذار فين أين لكن الفيلم اللي فعلا عمل فارق كبير في مسيرة طلعت زاكريا هو فيلم غبي منه فيه دور نصة لو ركزت في الدور ده هتلقيمش بالعظمة اللي فعلا تخلي الناس تفتكر طلعت زاكريا بيه بعد سنين من عرض الفيلم لكن اللي خدم طلعت زاكريا هو زي ما قلتلك الكاميرا بتحبه فيه قبول في وشه ويخليك تتحك مهما كان هو هيقول ايه ده اللي خلاه يعلم قوي في عقل اللي بيتفرج عليهم ببينسهوش دور مش معقد بس محتاج طلعت زاكريا عشان يبروزه عارف زي ايه زي دوره في حريم كريم بالزبط مع مصطفى أمر حرفان كان كل ما يظهر يأكل الكاميرا من مصطفى أمر او اي حد جنبه تلقى يتلاقي عينك راحت عليها وتبقى قاعد مستني يتكلم عشان تتحك وزي دوره بالزبط في فيلم سيدة العاطفي عايزك تلاحظ حاجة كده انت ممكن ما تكونش واخد بالك منها طلعت زاكريا بيختار الأدوار اللي يلعبها مع ناس معينة زي كريم عبد العزيز وهاني رمزي وعابلة كامل بيلعب في حتة المضمون عقليته هنا في اختيار الأدوار ممتازة ونجحة جدا والدور اللي فعلا حسسني ان ممكن طلعت زاكريا يطلع منه أداء درامي عظيم كان دوره في فيلم عمارة يعقوبيان اللي قام بشخصية قواد مستخبية في صورة صاحب بار استاهل انت اللي لعبت بديلك يا باشا انت اضحكت علي وعلى صاحب المحل وعلى الزبايل المحل ده محترم احنا هنا بنقدم المشروب وبس اي حاجة تانية لا احنا ناس محترمين اياك اشوفك بتعدي حتى من قدام المحل اللي هرجع فكرك ان اكتر واحد بيعشأ فيلم عمارة يعقوبيان وحافظ كل مشهد فيه ولو عايز اتكلم عليه وعمل اول تحليل ومراجع الفيلم هنا في القناة اكتب لي كومنت تحت بس وهنعمل كده على طول كل اللي احنا قلنا ده هو مجرد تمهيد لطلعت زاكريا البطل اللي هيبدأ ياخد دوره البطولة في فيلم قصة الحي الشعبي الفيلم ده حصل عليه كلام كتير ولغبطة اكتر بالناس عجبها وتفرجت وضحكت وناس تقولك ده مجرد فيلم فيه شوية رأسه واغاني وشكرا لا نفهم يعني ايه فيه ترابات تاتي وترابات تاتو فيه رأسه هنا وشخلعة وبيضة الرأس فيه الديل هي بتجيب الناس طم انت عملت كده عراق في قصة حي الشعبي عملت ترابات تاتي وترابات تاتو لكن الفيلم اللي تقدر تقول عليه بداية للخطوة اللي بجد وهي انه يشيل بطولة فعلا مع نجوم مهمين زي ياسمين عبدالعزيز وحسن حسني هو فيلم ححة وتفاحة بالنسبة للسنة اللي ننزل فيها 2006 مش هقدر اقولك ان طلعت زاكريا كان السبب في نجاح الفيلم لا هو طقم العمل كله كان شايل الفيلم حتى ريكو تقدر تقول عليه سبب من اسباب نجاح الفيلم عادي انا بيب انا بيب لكن الاكيد قدام عينينا انه طلعت زاكريا عالي جدا لدرجة انه زي ما بيقول كانت الفلوس بتجيله لحد عنده بالعروض كان المنتجين مستعدين يدفعوا اي رقم للنجم اللي مطلوب اكتر من اي حد وقتها ودي حاجة ممكن توديك في سكة وترميك في سكة تانية سكة الغرور وسكة الاستمرارية في طريق النجاح طلعت زاكريا للأسف وقع في السكة الاولى سكة الغرور والمشكلة انه وقع فيها بدري وهو قال كده بنفسه حتى بص فقعدت افكر لقيت نفسي كنت رايح في حدة وحشة بعد ما عملت فيلم معاها وطفاحة اسمه كده انهالت علي الغروض وبقت الفلوس ترمى قدامي يجوا منتجين يسيبوا فلوس ويمشوا فابتدى الغرور شوية احساس الغرور يركبني شوية ابتدت افكر في حاجات مش علوة ماينفعش حد يفكر فيها المهم بيكمل طلعت زاكريا وبيوصل للفيلم اللي تقدر تقول عليه بداية النهاية فيلم طباخ الرئيس وهنا قبل الفيلم ده ما يتعرض كان الكلام عليه كتير قوي بشكل مش طبيعي لان تخيل ان الرئيس مبارك بنفسه هيحضر العرض الخاص للفيلم متخيل اللي بقوله لك يعني يتخيل ان النهاردة ينزل خبر ان الرئيس عبدالفتاح السيسي هيحضر العرض الخاص لفيلم اللي اسكندرني بتاع احمد العوضي مصر كلها هتتفرج على الفيلم من كتر الكلام اللي هيتقال عليه والاخبار اللي مش هتتبطل تتكتب ليل ونهار وهيفضل فيلم اللي اسكندرني يتعرض ويتعاد على كل القنوات لمدة عشر سنين مثلا ولا حاجة بعد الفيلم ده كان طلعت زاكريا سهمه بيعلى وفي اوسع طريق للنجاح لكن بيحصل له مشاكل صحية وبيجيله التهاب في شريان من شارين المخ وبسببه بيدخل في غايبوبة لمدة شهرين كاملين بيقول فيهم طلعت زاكريا انه كان ميت ورجع للحياة معجزة كان اولاده وامراته مستنين في اي لحظة الدكتور يطلع يقول لهم الباقية في حياتكم والجرائد والقنوات كانت ما بتصدق تشوف خبر عن مرض فنان فيموتوه على طول يعني اعتقد انا قاريت وفاة عدل امام دي 8 او 9 مرات لحد دلوقتي وحتى طلعت زاكريا في مرضه وما تخلاش عن خف الدم اللي عارفينه بيها ده بيجي يسيب كل عضلات الجسم بياكلها ما بيبقاش فيه ولا عضلة شغالة حتى عضلة القفص الصدري بيسيبه واحد في المليون جالي ففرحت ان انا يعني متميز بيفوق طلعت زاكريا من الغايبوبة دي وبعدها بيتغير تماما يعني لما الفنان اللي كان اختياراته عظيمة وسهمه بيعلى في السوق يوم عن يوم يعمل حاجة زي الفلفل منديل او حليمه واسطورة الشواطئ لا وكمان وقع نفسه في خلاف مع الزعيم عاد الإمام في مسلسل العراف بسبب انه كان شايف انه متحجم في دوره كان شايف انه بيتهمش بشخصية رشاد اللي كان المفروض عندها متلازمة بيقولها كل شوية في المسلسل لكن عاد الإمام كان شايف انه في مشاهد ما تستحقش انه يقول فيها المتلازمة دي فخلا ما يقولهاش وبسببها طلعت زاكريا حاس انه بيتحجم في المسلسل وانهم مش عايزينه يتشاف او بالبلد كده مش عايزوني اخد اللقطة في المسلسل قال انا مش هشتغل تاني مع عاد الإمام لانه بيحجمني وعايز ياخدوا الدوق كله لوحده لحد مع عاد الإمام راح له اللي كانوا بيصوروا فيه فيلم جديد لطلعت زاكريا وخدوا بالحضن وصلحه داخل الزعيم علينا ابتدى يسلم على الأفراد اللي معايا في المشهد البنات وانا مستني انه هو يجيلي فقلت الاف بقى انه ما يجيش يسلم علي يعيب حرق دبي خلت سلاماته راح جاي فتح عليه دراعاته وخدني في حضنه قال لاني جايلك مخصوص وهي باركلك فقلت له انا قاسف اوعة تزعل مني اللي انا كبيرة طبعا ما بزعلش لو مش عارف بقى ليه عدل امام يستحق لقب الزعيم فدي واحدة من اسباب انه الزعيم ما اعتبرش نفسه انه اعلم من الناس دي كلها وازاي يعني روح وافهم هو مدايق مني ليه وصلحه واخده بالحضن في وسط لوكيشن كامل لا هو الكبير هو القبل كل دول عدل امام ساعد ناس كتير قوي في حياتهم وهم ما كانوش يعرفوا انه ساعدهم اصلا او عرفه متأخر ان اللي كان سبب بعد ربنا في اللي هم فيه هو عدل امام بس ده مش موضوعنا النهاردة خلينا في اللي بنتكلم فيه المهم طلعت زكريا بيكمل وبيدخل نفسه في المشاكل اللي قلنا عليه في الاول خالص اللي عطلته يامع عن مسيرته الفنية مشاكل الثورة والتدخل في السياسة الزيادة عن اللزوم والدفاع المطلق عن حسني مبارك والهجوم في الاعلام على السوار في ثورة 25 يناير واتهمهم انهم في الميدان مش عشان تحرير البلد او تغيير النظام لقد عشان المخدرات والتحرش ما يدوره في ميدان التحرير دلوقتي طبل وزمر ورأس وبنات وشباب ومخدرات وعلاقات جنسية كمال كل ده بقى هيخسرك جمهور كان بيحبك وكان بيدعمك في وقت من الأوقات حاجة كده زي اللي بيحصل في بيوم وفقات حالية كان معاه كل حاجة وبسبب قرار غلط بس خسر كل حاجة كلام الله مش هنهات دي نفننا احنا مش جايين لدحك احنا جايين لقد نفننا طلعت زكريا فضل شغل نفسه في دوامة السياسة اللي اعتقد ويع فيها برضو احمد ادم مع ان احمد ادم مش نفس قوة مسيرة طلعت زكريا ولا حتى يقرب من موهبته قدام الكاميرا طلعت زكريا كانت بتربطه صداقة بحسن مبارك على حسب كلامه يعني وانه كان بيتواصل معاه وساعده في كذا حاجة بعد ما تنحى عن الرئاسة هو بصراحة اول ما بيشوفني بيقولي الطباخ جيه والله العظيم اول ما رئيس مبارك شوفني يقولي الطباخ جيه يلا فحاله احدوه فبعود معاه بني بتدي ندحك نهرج مع بعض فبس اما ما روح له بيقعد يدحك بس ساعات بيقولي حاجات بتأثر فيه قوي وقال لي حاجة غريبة جدا قال لي انه ان الوقت يا طلعت بدور على معاش فريق اول طيار لان معاش فريق اول طيار اكبر من معاش رئيس الجمهورية والدليل ان طلعت زكريا نسي تماما دوره كممثل او فنان هو انه الاعلامي توني خليفة استضافه في حلقة كاملة مدتها ساعة الا ربع وما تكلموش في اي حاجة تخص اعمال طلعت زكريا معادة فيلم طباخ الريس اللي كان برضو فيلم سياسي هو مجرد ساعة الا ربع بيدافع فيها طلعت زكريا باستمات عن حسني مبارك طلعت زكريا الله يرحمه فنان بسيط جدا كان عايز يعمل حاجة تعيش وتضحك الناس مش اكتر حتى في برامج المقالب وهو المفروض يبقى متنرفز ومتعصب تلاقيه بيقولي الافيه اللي موتك دي حتى انت عايز تقعد مع المساعد الامام يعني لو عاد الامام عرف ان فيه جلسة زي دي وحيجي يقعد معاك حيجي يعني مش حيلحة يلبس حيجي بالشور يقعد معاك من لافته ان هو يقعد معاك مبيقدرش ياخد الموضوع جد ولا يتعصب حتى في حلهم بينهم اللي كان بيقدمه اكتر انسان مستفز في الدنيا عمر الرمزي طلعت زكريا فدل يضحك ويهزر لحد ما عمر الرمزي نفسه هو اللي اتعصب مش طلعت زكريا خالص الحلم اللي بيزن عليك حلم الفيبريشن يعني هاها هنولع تو وان الحاج متخصص بيلحن بقال 40 سنة قال ان انت لا دا مش متخصص انا بقول لك كده مش مخص خلي بقى الطبق مصطوع وهي ماشية وهي ماشية ومتقضية ماشية كل الناس كده ماشية شنكوتي 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 ماشية ماشية فنان هدفه بسيط مش معقد ولا صعب فنان وجوده في اي عمل هو اضافة فعلا فنان كوميدي بكل المقاييس لكن الموهبة الوحدها مش كفاية للأسف لازم تضيف لها العقلية الصح عشان تعرف تبقى متكامل فنيا اتوفى طلعت زكريا في 8 اكتوبر سنة 2019 سب لنا تاريخ وافلام كل ما بتعدي قدامي وافتكرها بترحم على الفنان ده ولما تعرفش فهو كان متجوز والدة هنالزاهد وهو اللي كان مربيها حتى هنالزاهد كل ما بتيجي صرته بتشكر فيه جدا وبتقول انه كان إنسان طيب ومحترم وجدع عايزة اقولك ان هو إنسان بمعنى كلمة إنسان يعني ايه وراجل معلش يعني ربي ثلاث بنات مع ين Makingれて ربيهم كأنه هو أبهم و أنا عنده أولاد عنده أميمة وعمر أب يعني كنت أنا دايق أروح له ومبسوطة أروح له من هو أنا صغيرة من هو أنا في ستة كدائي بقولك لو وصلت لحد هنا ياريت تترحم على الفنان الكبير طلعت زكريا يمكن يكون كان بيغلط كتير زي ما هو قال وهو نفسه معترف أنه كان بيغلط وهو مش واخد باله لكن مع كل غلطة هو بيرجع ويفتكر ربنا ويتوب فأتمنى أنك يكون عندك جزء من الرحمة انت كمان وما تبقاش قاسي قوي في الحكم عليه ما تنساش بقى السبسكرايب لأن زي ما قلتلك مش هينفع يبقى في ستة وتسعين في المئة من اللي بيتمرجوا ومش عاملين اشتراك في القناة ولو عجبتك الحلقة دي ياريت تسيب لي لايك وتكتب لي كومنت تحت ولو ما عجبتكش ياريت تكتب لي كومنت تحت هي ما عجبتكش ليه شكرا جدا لوقتك سلام